شهد ديوان الغنام احتفالا شعبيا تكريما لسفير الامارات العربية المتحدة لدى الكويت ارحم الزعابي بمناسبة انتهاء مهام عمله ديبلوماسي في البلاد حضره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وجمع من الشخصيات الرسمية ورجال الاعمال ورواد الديوان بداية القى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم كلمة قال فيها ان العلاقات التي تربط الكويت بالامارات تاريخية ولا تحتاج الى تأكيد وخاطب السفير الزعابي انت بين اهلك وناسك في بلدك الثاني واضاف نشكرك على كل ما قمت به ولك مكانة كبيرة بيننا وستظل محفورة في قلوبنا متمنيا له التوفيق في محطته ديبلوماسية المقبلة ثم القى كلمة الحضور عبد الرحمن الخضري قال فيها شرفني اهل الكويت بالقاء كلمة وانه من حسن الطالع ان يتزامن احتفاؤنا بسعادتكم مع احتفالات دولة الامارات بيومها الوطني السابع والاربعين فلهم منا تحية تقدير واعزاز من شعب الكويت الى شعب وحكومة دولة الامارات الشقيقة متمنين لهم العزة والرفعة والرفأة وتابع الغنام قائلا نود ان نعبر لك عن مدى اعتزازنا بمعرفة شخصكم الكريم وفكلكم المستنير على مدى السنوات التي قضيتموها في بلدكم الثاني الكويت وانتم تمثلون بلدكم افضل تمثيل فقد قضيتم اربع سنوات ونصف السنة بالكويت في تعزيز العلاقات بين البلدين الامر الذي انعكس فيما نشهده من تضامن اخوي وتعاون بينهما فقد كنتم نعم الاخ لجميع الكويتيين فلا نقول وداعا ولكن نقول الى اللقاء فهذا بلدك الثاني كما القى المحافظ الشيخ فيصل لحمود كلمة نوها فيها بجهود السفير الزعابي قائلا لقد اثبت كفاءة عالية خلال مسيرته بالسلك الديبلوماسي وان الجميع يقدر له هذا الاداء وهذه الروح الطيبة بدوره شكر الزعابي اهل الكويت على هذا الاحتفال وعلى هذه المشاعر الطيبة وفي الختام تم تقديم درعا تذكارية الى السفير المغادر ثم دعي الحضور الى مأدبة عشاء اقيمت للمناسبة بلاد زايد 47 عاما اتحاد احتفلت سفارة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت بالعيد الوطني 47 للامارات وذلك في فندق الجميرة بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والسلك الديبلوماسي وعدد كبير من المواطنين والمقيمين وابناء الجالية وقال السفير ارحم الزعابي نحتفل في هذا اليوم بمرور 47 عاما على قيام دولة الامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان احتفالات الامارات بالعيد الوطني لهذا العام تتزامن مع الاحتفال بعام زايد وذلك احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس لدولة الامارات وشهد الحفل معرضا لمجموعة من الصور وعرضا قدمته الفرقة الشعبية وقطع قالب الحلوى الذي اعد للمناسبة اشتركوا في القناة